السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الضيت ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعلي اول جرس عشان يوصلك كل اشعار بفيديو جديد النهاردة اقدم معاكم الحلاوة الطحنية بطريقة صحية وباربع مكونات بس وسهلة وبسيطة متاخدش منك وقت والطعم حقيقي رائع احلى بكتير من الجهزة وكمان صحية اكتر تعالوا مع بعض نشوف طريقة قد ايه سهلة والمكونات بسيطة ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكو ويلا مع بعض على المكونات اول حاجة معي خمسين جروم من الزبدة انا استخدمت زبدة لوربيك بتدي تستحيله قوي للحلاوة سيحتها بالشكل ده في المايكرويف ممكن تسيحوها يعني بسيط كده على حمام بخور وهنضيف عليه كوب الربع من عسل النحل نختار نوع عسل يكون مضمون عشان الحلاوة تبقى مغزية وكمان تبقى لذيذة هنقلب العسل مع الزبدة بالشكل ده لحد ما تتجينس الناس اللي عايزة طريقة الحلاوة الطحنية بالسكر الدايت انا هحطها في صندوق الوصف انا كنت عملت فيديو قبل كده لطريقة الحلاوة الطحنية بالسكر استيفيا ده كوب من الطحينة او الراشي ضفتهم بالشكل ده على الزبدة والعسل وهقلب كويس جدا قبل ما اضيف المكون الرابع لازم اتأكد ان المكونات التلاتة دول امتازجوا تماما الناس اللي عايزة تبقى خليها حلاوة ما تضفش زبدة خالص وبتبقى لذيذة او احلى كمان في الطعم ده رابع مكون كوب من اللبن البودرة الطعم حقيقي طحفة يعني عندي عجب الاولاد قالولي دي طعمها احلى يا مامي من الجهزة الحمد لله يعني هي يعني بس التزموا بالطريقة والمكونات واستخدموا زبدة لور بيك تفرق جدا في الطعم هقلب بقى لحد لما اللبن يختفي تماما احنا ممكن على فكرة اه نستخدمها كده على طول في صندوشات للولاد زي الحلاوة اللي برضو اه يعني ممكن تحطولها كاكاو وبتبقى اللي هي زي الحلاوة اللي بالشوكولاتة ممكن تضيفوا معلقة من الكاكاو الخام اه فبتبقى رائعة وغير كده مغزية وصحية محطناش فيها اي حاجة مضرة بصوا القوام بتاعها رائعة اه دلوقتي انا سب الخليط بقى في قلب سيليكون الناس اللي ما عندهاش قلب سيليكون ممكن في صانية الومنيوم بس تبطنيها بكياس بلاستيك او اللي هو الستريتش ريب انا حطيت في قلب السيليكون مكسرات مجروشة اختياري طبعا فهبتدي ان انا اصب الخليط بالشكل ده عليها وهسويها كويس جدا وهدخلها التلاجة بقى بتقعد في التلاجة تقريبا ست ساعات لحد التماسك لو عايزين الحلاوة تبقى متمسكة اكتر هتخلو خمسين جرام زبدة مية جرام هتديكي الزبدة هي اللي بتخليها تتماسك اكتر لو شلنا الزبدة هتبقى سبريد فانا يعني قلت خلينا في الوسط وحطيت خمسين جرام بس من الزبدة وبسو كوامها بقى ناعم وكريمي زي رائعة طعمها خطير خطير يعني هتحبوا الناس حتى اللي ما بتحبش طعم الحلاوة هتحبها بقى بالطريقة زي وهحطلكو برضو آآ لينك الحلاوة الطحنية للسكريين وآآ الكيتو دايت في صندوق الوصف اللي اللي حابب يشوفها بعد ما سويتها كده بالشكل ده هاخبطها خبطتين كده على الرخيمة وهدخلها التلاجة ست ساعات وهتطلع متماسكة كده بالشكل ده هشوريكو برضو شكلها وهنقطعها مع بعض بطلع بقى بسهولة من القلب السيليكون شايفين شكلها عامل ازاي بنات يعني حاجة فعلا رهيبة خطيرة يعني ان شاء الله تعجبكو جدا جدا لما تجربوها آآ في ناس بيقولولي عايزين نبعاتلك صور تطبيقاتنا نبعاتها فين على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان واطف نفس اسم القناة آآ بعتولي التطبيقات على رسائل البيج تعالوا نقطع كده الحلاوة ونشوف شكلها من الداخل عامل ازاي نعم ويعني مش قادر اوصف لكم لزازتها وطعمتها قد ايه بجد تحفة 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 احلى كتير جدا جدا من الحلاوة الجهزة وطبعا اكيد هيكون اوفر بكتير كمان آآ من الجهزة ولزيزة ومغزية كل حين ده شكلها ان شاء الله هتعجبكو مستني طبعا رأيكم في التعليقات كالعادة وتطبيقاتكو الجميلة آآ بعتو هيلي والصور على صفحتي على الفيسبوك واشوفكو على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة